موجز الأخبار على الحياة فهم أثامنا الليلة هنا من الحياة فهم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز كشف تقريره صادر على البنك الدولي حول حوكمة الأراضي بمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن جودات إدارة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي في وقت حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات وصدرت البيانات المتعلقة بتونس في إطار تقرير الشامل أعده البنك تحت عنوان أهمية الأراضي هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمة وشيكة واعتبر التقرير بأن ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب إجراء إصلاحات واسعة النطاقة لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد ضغوط ناجمة عن تغير المناخة ونمو السكان وتبلغ درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة في حين تطلب تسجيل العقارات تطبيق خمسة إجراءات وتستغرق العملية زهاء 35 يوما علما وأن قطرة التي تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة تفرض إجراء واحد ويستغرق التسجيل يوما واحدا فقط وأشار التقرير لأن الاستمرار في تدهر الأراضي في منطقة تشكل الصحراء 88% من مساحتها يؤدي إلى تفاقم مشاكلات الشحة المياه التي تهدد الأمن الغذائي وتنمية اقتصادية وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج تعليقا على هذا التقرير لوكالة تونس إفريقيا اللامبالا قد حان الوقت الآن لدراسة تأثير قضايا الأراضي التي تلوح فيه العديد من القرارات الخاصة بالسياسة العامة وإن كان لا يتم الإقرار بوجودها بشكل صريح وعلى إثر تقدم أحد المواطنين لمقر فرقة الشرطة العدلية بيريان المدينة رغبا في الآلام عن تعرضه لعملية تحيل من قبل أحد الأشخاص إثر إهمه بالتوسط له في عملية هجرة قانونية نحو أحد الدول الأجنبية وتمكنه من تأشيرات سفر نحو البلد المنشود مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار تم إثر ذلك تنصيق مع النياب العومي ومدهمة مكتب ذي الشبهة أين وقع القبض عليه وحجز مجموعة من الوثاق ومطلب هجرة ومبلغ مالي قدره 1900 دينار حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لإدارة العامة للأمن الوطنية وبالتحاري مع المضمون فيه بعد مجبهده بالأدلة اعترف بما نسب إليها ليتبين تسلومه لمبارغ ماليها في عملية تحيل ممثلة وفي العالم اعتبر الرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكس اليوم الأحد بأن رفض برلين تزودة أو تزويد كيف بدبابات ثقيلة من ترازي لوبارد هو أمر غير مقبول مشيرا إلى أن استعداد بلاده لبناء تحالف صغير مع دول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات نهاية الموعد الأخباري الموجز قدموا لكم نسر الدين حميدة إلى اللقاء